قبل ما نبدأ صلى عن النبي وقصتنا النهاردة عن الشيطانة بتدخل جوا جسم قاضية وبتعاكب المجرمين وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر فلا ترى تنفذ ممتها ولا لا ده اللي نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في قناة إزميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع عضية يانغ اللي بيكون قتل عيلته وعمل نفسه مجنون فبنجي لوقت المحاكمة ووقت ما تجنن على المحامي وكانت كانغ متفاجأة جدا منه تحت مطبع منهان واللي قررت انها تاخد استراحة وتروح ليانغ وبتكون عايزة تكلمه لوحدها وبيكون لسه مش عارف اي حاجة بيمثل بداه وبتعرف انها تخرجه لو خرج دو وبتجي تمشي بيعرفها في انها تسيبه وبيعترف انه قتل عيلة يانغة اساسا وبيعرف يغير ما بين الشخصيات بشكل كبير وبيعرف يضحك عن الناس فعلا وبيكون محترف وبتروح ومش عارف انه ازاي شخص يقدر يعمل كده اصلا ففجأة الانوار بتتقفل وهان بيكون متخافوية بتجيله وبتكرر انه تعمل قوتها وبتطلع على الخنجر وقت ما انشايف ده وبتقول انها جات شان تقتله وتبعته للجحيم وبتخليه مصدوم وفجأة هان بيمسك فيها وبخالها تروح تجري وتضربها على طول وبتروح تهرب منه وفجأة النور بيجي وبيمسك واحدة تانية واسط ما كانغة بتكون متخفية منه وبتكرر تهرب معليه وشايف فنه زكي فبتكون رواحه ومستنيها وعاوز يعرف لكات فين وبيواجه بالكلام اللي بتقوله وانها قالته وانها راحت ليانغة وطبعا هي بتنكر ده وشايف ان ده عمله وعاوزايا بعد عن القضياء علشان ما قدرش يعملها حاجة ما غير دليل اساسا فبيعد الوقت وبيروح يشوف انه عشان ما فيش دليل فاخد وقت اصلا فحين ان يانغة وصان بيروح ياكله وشايفين ان كانغة مش هاره مقصر عليها وبيشوك انه يحبها وبيحاول يتقرب منها بس شايفين انه مش هتعرف التعامل معاه فبنجي الوقت المحاكمة مع كانغة اللي بتشوف انه مش موجود وبتكرر انه تاخد كلام من يانغة واللي بيروح يبكي وبيكسم انه مقتلش يالته خالص وبيمس بشكل كبير وعشان كده بتروح تعلن حكمها وفجأة ان بيجي وبيقول انه قاتل وفي دليل على فون ابنه ومش عارف يعمل ايه وبيكرر انهم يدخلوا على الفون وبيسمعه تسجيل موجود بس كانغة بتكرر تطلع وغزبين عنه وفجأة وبيشغل تسجيل ليانغة وقت ما كان بيموت ابنه وده وقت ما كان بيخلص عليه وقرر يقتله خالص وفجأة امه بتيجي وبتشوف ده ومقتول وعشان كده بروح يقتلها برضه ولما بنت صغيرة بتسمع الصوت بتطلع وبتروح تشوف ابوها بيقتلهم وبيكرر يروح له ويقتلها كمان والكل بيكون مصدوم اللي بيحصل ده وهن بيقول انه كان عارف عيلته وبيقتلهم وبتكرر كانغة تاخد استراحة وبتروح تتعصب علشان هن بيتدخل في كل حاجة ويامش طيئة حرفياً فبترجع تاني وبتسمع يانغة وبتوجه في انه كان بيعتد على زوجته في الاسنصير على طول وبيقول انه عاش عشان خطر عيلته بس هي بتصغر منه وبتكرر تروح لشان تسمعه وعاوزها عالي صوته وفجأة بيمسكها وبيحاول يعتد عليها وبيبان قدامهم ده وبيكون عاوز يقتلها وهن بيشوف ده بس بتروح تحكم عليه في سبب الجرامي اللي عملها بالحكم المشدد وبترفض الدليل اللي تقدم منها وبتكون شايفة في انه لسه مقتل وبتكرر انها تحكم عليه في انه مش مزنب بس يحجزوه مدة سنتين وبتخلق كل مصدوم ومحدش عارف اللي بتعمله ده وبتجي ماشي وما بتوقفه علشان وقت تلتقى اشخاص فازاي يكون مش مزنب ولو عاليتها هي اللي حصل فيها كده فازاي تكون كده وبتجي تتجاهل ده قلبها بيدقه بس بتمشى على طول ومش عارف ايه اللي بيحصل في قلبها كده فهن بيشوفوا انه كانغ هي اللي قررت تخليها تدعى عليها ومش عارف ايه السبب وجو بيجو مش عارف ايه ساب الحكم اللي من السليم ده ومش عارفين ليه هان نروح مخصوص فهنروح لهان اللي ينتبع يانغ وبيشوف كل حاجة بس العربية بتكون تعمل حادث وده اللي بتتفادها من اول حاجة اما تاني مرة بتخبطوا بالفعل ومن هنا بيطلع الاتنين دول واللي بيبان انهم مش بشر عاديين وبيروحوا يخرجوا يانغوا قدام هان واللي بيطلعوا بيهددهم بالنار بس بيهربوا بانغة وبيقرر ان يتحرب معاه وبيبان لنقوا منذ المراحل وبيخليهم عليه وفي الاخر بياخدوا يانغوا بيمشوا على طول وده تحت انظر من هان اللي عربية شرطة انفجر قدامه فبياخدوا ليه من جانب مون وكم وبتبسط بشكل كبير فبيعاد الوات وبروح يطمونه على هان بعد الاصابة اللي حصلت ليه وبرغم كده بيقرر يروح يتقابل مع شخص واللي بيكون جو وعاوز يعرف منه وبمئنه طيب اللي بيحصل وإيه سبب كل اللي حصل ده وبيرفض يعرفه اي حاجة وبيروح يجري منه على طول فجانغة بتكون قاعدة وهان بيجي له متضايق وفرحان انه لسه عايش رغم انها عايزة يموت علشان بيش بيسيبها في اي حاجة وان التسجيل اللي قدامه مالصح علشان ده مش مكانه وشايف ان اكيد الشرطة التانيين هي اللي عربة ينغ وبيفضل عاوز انهم يعقبل بالقانون وشايفة في ان حكمها صح فمالوش لازم اي حاجة تانية وبتمشي هو وبيروح وراه على طول وبيقرر يقعد يتباحها علشان مش يسمح ليه انها تقتله مرة تانية فبيعد الوقت مع انهم كانغ اللي فجأة بتفوق وهان بيشوف ان في حاجة مش تمام بس بيران عليها بتكون مغلق وبيشك انه حصل حاجة خصوصا انه مش بترد عليه بس انا بترد عليه واللي بيكون جو اساسا وبروما كده مش بيصدق اللي حصل وبيفضل يسحب الحبل اللي كان غربت منه علشان هان يشوف انه مفيش اي دليل على المكان او اي حاجة حصلت فهنروح ليهانغ اللي بيكون مجمع عليه وبيفوق بيلاقي ان كانغ قدامه وبيخاف منها كتير وهي بتتكلم عن الجحيم وان اللي في النار على طول بيفضله فيها وبيتخليه جرى على طول بس بتنقله اقنه في المدرسة وبيقول انه قدامه وانهم عندهم 12 سنة وبيتروح تضربه بالقلم في ايده على طول وبتأثر فيه وبيتخليه جرى منها وبيروح في مكان تاني وبيخاف ومهما يهرب بتخليه جرب كله وعمله في زوجته وقت ما ضربه يبتعمل فيه نفس اللي حصل ده وبيقول انه هي الاضياء وعارف كل الناس اللي كان بيقول عليها وتبدأ تضرب فيه بشكل كبير عشان يجرب كل اللي حصل وما فيش حد بيساعده طبعاً بس انا بيطلع بلاه قدامه وبيخاف منها بشكل كبير لغات ما بيهرب وبيتوديه للبيت ومش عارف هي بتعمل فيه كده ليه وبيتواجف انه غابل الدرجاتي علشان قرر يسجل اللي بيعمله فالته وبيتروح تضرب فيه زي ما عمل فيهم وبيطلع مش بلاه اي حاجة حصلت وبيتلعب مع الحرب النفسية وبيتحس بكل حاجة لغات ما بتعلقه كمان وبيتعرفه في ان المحاكمة تبدأ وبيفكر في النقى خطفته وبيرفض انه يرقع علشان وقتل عيلته فزي اعمل كده معها وعشان كده بتبدأ تضرب فيه ومش بتسمع كلامه لما بيطلع مسمحاتها بس بتفكره بعد الضعناط اللي عملها مع عيلته كلهم وبيتكرر انه تخليه حس ده وبيتطعم فيه بشكل كبير وبيتكون بتعمل ده على طول وبيتخليه حس بكل اللي عمله وانه وبتطعنه وبيتجوهنم بيتفتح وروح بتروح فيه على طول فهان بيفوقه وانه مع نفسه وفجأة بتطلع وبتطمن عليه بس بيجوله فون ان ينغ مات وبيركز فاوية بتمشي على طول واستصدمه من هان وبيروح يشوف الختمة اللي حصل وانهم سابوا الجثة في مطقتهم عن قصد فكانغ وزماله بيشوفوا الاخبار عن ينغ وبتخلل معه مستغرب علشان يا فرحانة كده فبنروح لجنوا مع جنغ وبياكلوا وبيكون مستغربوا نكويس جدا مع كانغ علشان هو شايفه قرابة منه ليه وبيحاول يعرف يا ليه بتعيش في فيلا تشون فبنروح لكانغ اللي بتخلي ليه تاخد بالها علشان هانه تقزى في حين النجو بيجيله كل معلمات عن كانغ بس مش عارف مني اللي طعنها ولي فسخه خطبته عن ابن جنغ وبيتروح تضايق عليه علشان هو مش مفيد وبيتخليه مرعوب فبنروح لهان اللي بيفكر في الشخص اللي كان شافه وبيبكي واللي لما بيروح ليه بتشوفه وبتلاقيه نوعه في الحب واللي هي بتكون شافته علشان يبتبع الشياطين اللي بيقع في الحب ونوية تبعته للجحيمة عشان يتعاقب وبالفعل بتعمل دمعاه فكانغ من بيروح ليه وبيعرفه باللي عمله وانهم مشغولين على طول وانهم لقوا ايان غداء في شحنات عطفية وبتستغرب فهم البنت اللي ماتت بتكون مش مبسوطة انه مات علشان كانت اعزائها تعاقب وبتبكو ايا بنتها وكانغ بتشوف ده بتتأثر فهم بيكون وصل وبيستغرب وبيواجه في انها قتل تشخص اللي كان هناك واللي كان بيتطوع بس بتنكر ده وبيكرن يدور وراه ويمسكها ويحبسها وبتجي ماشية بتجي لها تاي ابن جونغ وبيتكلم على انه مش مرتاح علشان مش عايز انه تطور مالته خصوصا المسؤول عن تطور في المنطقة اللي عاش فيها ومش عاوز يقابلها تاني عشان الحية ده خطير وبالفعل بيكون في شخص امتبع ميون غوية هزين على موت الشخص اللي شغال معاه وعاوز يصالوا عليه عشان يكون مرتاح سواء او في الجنة او في النار فيو بتسيب جونغ وبتمشي وحيدة بس ويا ماشية في حد بيكون متبحة وبشدها بالفعل وبيفكر فقت لا والجزء بيخلص علينا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فعل الجرس حلوين علشان وصلكو الجزء الجاي سلاة